ما زلنا في الأيام الطيبة أيام رمضان والليالي العظيمة ليالي رمضان ندى الله تعالى أن نكون جميعاً ممن صام رمضان إيماناً واحتساباً وأن نكون جميعاً ممن قام ليالي رمضان إيماناً واحتساباً حتى يعتق الله تعالى رقاباناً من النيران إن شاء الله وأن نكون ممن يلتمس ليلة القدر التي أنزل الله تعالى فيها القرآن على خير رسل الله على سيد ولد آدم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم القرآن الكريم المواجزة الخالدة التي تحدى بها رسولنا صلى الله وسلم صلى الله عليه وسلم وهو الأمي الذي لا يخرى ولا يكتب تحدى بالقرآن العرب وهم أهل فصاحة وأهل بيان فعجزوا أن يأتوا بمثل أقصر صورة منه القرآن الكريم طالما أنا نقول أنه المنهج نعم إنه المنهج الذي ينبغي أن نشير عليه وبعض الدول أو كثير من الدول الآن تعد لها دستوراً الدستور الذي تشير عليه الدولة نعم نظام الدولة ملكي أو رئاسي أو جمهوري أو ما إلى ذلك ما نظام الأنظمة في الوزارات أو في المجالس الشعبية أو ما إلى ذلك الدستور ده مواد بسيطة جداً ومواد هي الحاكمة على نظام الدول والمسلمون جميعاً والحمد لله يأخذون دساترهم من القرآن الكريم يأخذون دساترهم من القرآن الكريم لأن القرآن الكريم هو الذي أنزل الله تعالى يعني كتاباً خاتماً للكتب السماوية السابق فالقرآن الكريم يعني يأخذ بيد المسلم إلى طريق النجاة يأخذ بأيدينا إلى طريق النجاة طريق النجاة المسلم في حياته يعلم أنه مستخلف في هذه الأرض يعلم أن رسولنا صلى الله عليه وسلم ما ترك لنا شيئاً إلا بيّنه لنا بيّن القرآن الكريم أن هذه الحياة لن يتركنا الشيطان وعن يعزه الله إن الشيطان يقري من الدم يقري من ابن آدم يعني ما قرى الدم في العرق الشيطان يوسوس يزين يغوي لأقودن لهم صراطك المستقيم بعد أن طلب أن يوهله الله تعالى إلى يوم الدين بعد أن ترد من الجنة فطلب من الله تعالى أن يبقيه إلى يوم الدين فأعطاه الله تعالى هذه الفرصة وتوعدنا بأن يغوينا ثم لآتي أنهم من بين أيديهم ومن قلبهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ثم لا تجدوا أكثرهم شاكري ده الشيطان أخذ العهد أخذ عهداً على نفسه أن يضل بني آدم إلا المخلصين فالمخاطر المخاطر التي تنتاب البشر التي ينبغي على المسلم أن يكتازها وأن يعبرها بسلام لأن الشيطان هو العدو الذي يوسوس لنا حينما ننظر في ديارنا في دولنا في الأماكن التي نحياها نرى أناساً يعني قد ارتكبوا جرائم نقول كيف يصنع فلان هذا كيف يعني يضرب أخاه أو أخته أو زوجته أو 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 يسب فلاناً أو يغتاب فلاناً ونجد قتلاً أو سرقةً أو قسفاً إلى آخر هذه الجرائم قاذرات معاصي نهى الله تعالى عنها ونهت السنة الشريفة عنها ترجمة نانسي قنقر